الجمهور بسم الله ما شاء الله فاكرك اهو انا ممكن ان كنت في النبن الاسئلة كنت هسألها لك ولاك مش ندمان ان انت طلعت لعبة كرة يد ما طلعتش لعبة كرة قدم لكن النهاردة بعد ما بتسمع الجمهور ده بيبقى احساسك ايه لا طبعا سعيد جدا طبعا اقول الحمد لله ان راحت يعني ساب الصمع الطيبة والذاكرة كويسة دي عند الجماهير ودي اهم حاجة في حياتي الرياضي ان هو يبقى سايب ذكرى كويسة عند الناس لو انت قلت كلمة كويسة في الاول قلت انا كنتش ببصش لحاجة للصحافة ولا اعلام انا كنت بقى عمل اللي علي بطق عملي بسيب الباق على ربنا بالزبط طيب اممكن فيه لاب هتتوزر كده سؤال من الاسئلة انت عارف اولاد النادل اهل جيل بيسلم جيل راية بتسلم راية كابتن رؤوف عبدالقادر هل فيه علاقة بينك وبينه ولا خلاص تقطع لا طبعا احنا بنشوف بعض يعني برضو كابتن رؤوف من الناس اللي وقفت جنبينه في بداية المشوار اللي هو اول ما استلمت الجهاز كان من كابتن رؤوف هو نازل على رأس المنظومة اه فيه اتصام بينك وبينه اه طبعا تقابل في المشاط الرياضي وفي الشخصية يعني يعني مفيش بقى حتة الكعلي يقولك يا سيد هلا بسابق ما ليش جعب الكلام لا 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 ما عندناش الكلام ده يا رفونس ما انا بقولك انا بس احب بقى احب اوضح للاستادة احنا الحمد لله انا بتعامل مع الناس سواء هو موجود على رأس المنظومة او مش موجود احنا فيه علاقة بيننا بتجمعنا ان ايام ما كان مدرب طبعا يعني انا عرف كابتن رؤوف من ايام ما كان مدرب طبعا طبعا يعني وابنا تديله الصحة وطولة العمر ونشكور على المجهود اللي هو عامله معنا في بداية الموسم اللي فات لما اول ما سلمنا تحياتي ليك يا كابتن رؤوف طيب احنا وصلنا لاخر فقرة انت مين اسمك رسلسي صدرتك لانت عايش معها دلوقتي مين تاكل ايه بتشرب ايه قبل الاول انت مين انا ياسر حسن لبيب موليد شوبرا قاهرة فين من حي شوبرا انا من شرع طهر يعني بداية ولدتي شرع طهر طهر ده في اللي هو موازل جامع بعد شرع شوبرا موازل شرع شوبرا عطوك كويس اتربيته خريج ايه انا اتجارة جامعة القاهرة جامعة القاهرة كويس اتربيته عشت في شوبرا فترات كبيرة وبعد كده لما اتجوزت اتنقلت مصر الجديدة ودلوقتي حاليا مع زوجتي نيفين نيفين الخولي نعم هي زوجتي الحالية وعندي عمر وشريف وفي ادم برضو ابننا معنا فيه محد بيلعب رياضة ولا لا بس هم رياضات مختلفة يعني عمر كان بيلعب شوية بادي بيلدنج هي لعبة ما عاش اسمها ايه يأخذ البيتة منزبتاع ويكبر عضلاته دي وفتاع عشان يحاوف العيال في المتحدة بس وشريف كبير عبدو بس هدي الاسرة هي كلها هي دول ولاد محمد ده محمد اخو مبين ودول ميرنة وجيجي ولاده وفي شريف كمان بس دي بقى كلنا كنتانا ومبين كنا في الساحل شريف ابن محمد وجيجي وميرنة ده عمر اللي وقف ورا وشريف ابني وادهم مفيش حد فيه ميلعب كرة لا لا ولا كرة يد لا خلص ويدي الصورة دي دي انا ومبين بقى لما كنا برضو في الساحل برضو طيب نيفين عاشت معاك سنين ربنا طب والصورة دي هنرجع تاني للكلام دي بقى طنت عزة طبعا بنا دي على الصحة مامة نيفين ودع عمر وشريف برضو اللي بين مع نيفين ودول هما صغرين بقى في بيت والديت الله يرحمها كان عمر وشريف برضو اللي بعدو نفس العيلة كلها بقى العيلة بقى واحدة سيلفي اوه ومعانا ديكستر طبعا ده اساس بحدش يزعلها بجمولها أكل مستورد وكل حاجة طيب وانت متجمع مع الاسرة وبتشوف ستة اللي هي قضت معاك طول عمرها وربات الولاد والكلام ده كله وشافت معاك الحلوة والمرة زي ما بيتقال وانت بص للكاميرا كده عاوز تبعت لها رسالة او تبعت لها ابنية تقول لها فيها ايه وانت بصة اللي الكاميرا بش لي طبعا يعني بقولها طبعا يعني النبي طبعا يجيها تأثير كدير في حياتى ويمكن أن انا باخد رؤية فحياك كثير جدا طبعا بحبك وامحيني لو آما فهي اي غلط او ديقتك في يوم يوم يعني اتمنى ان انت تسامحيني عليها وتمنى ان احنا يعني نبقى مع بعض نعيش حياة سعيدة لطيفة لنا ولولادنا ايه ما سمعتش لسا الاغنية انت تبعتها لها ايه ايه انا كنت دايما بعت لها الاغنية بتاقت الجسمي بحبك وحشتين ربنا نخليكوا لبعض وخليكي الايهم والاسرة كلها ما دا من فين ونشوفكوا في احسن صحة واحسن حال يا عبد وانت كنت بتلعب كرة يد كنت بتتابع ماتشات الكرة اكيد اكيد انا مش عايز اقولك وكان معنا لعيبة من الزمان كنا بنقعد نتفرج مع بعض على ماتشات الاغنية وكان اهلوي وانت في المتاخذ مين اللي لعيبة لك هتبتشدك زمان في الاهلي هنقولك على الاهلي وكل يعني انا طبعا الجيل بتاع حديدك دوت كان لازم ماتشات يعني سوري مصطفى عبدو مش على الجناح الايمين وساعد شريف عبد منعيم كنت بحيبه جدا في ماتشات الزمانية طبعا كان لعيب جامد وكابتن محمود الخطيب وطاهر الشيخ والمجموعة ديت ومصطفى يونس في الدفاع وكابتن اكرامي وكابتن سابت المطل في حلاص المرمى كنت متابع للماتشات مفهاش اذا ابن ايام مروان لما كان هو حارس مرمى الاهلي طبعا انت كانت ناشئتك انت الولد جاء اهلاوتها اكيد اهلاوي كان ملاكم ملاكم اه كان بطل يعني يقام يقام انت مشوفتوش انت بقيش بيحكي لك لا مشوفتوش طيب انت حاس في المشوارك الطويل ده حاس انك ظلمت اعلاميا او ظلمت من المدرب او ظلمت من اي حد تاني ولا انت زي ما وقتلي انت عندك الرضا ده رمبر وان بصة كابتن مفيش مفيش ارادية ما بتظلمش نعم يعني في مشواره لازم هيحصل لك شوية مشاكل تحس شوية بالظلم لكن لو وقفت عن الحاجات دي مشاكل اه بالظبط وهتيجي بيجي مدرب هو مقتنع بيك مدرب تاني مش مقتنع بيك الكلام ده كله مرينا بيه فلو وقفنا عنده وفي ضلنا نتعايش مع المشاكل دي تعتقد ان مش هتبقى سوي مش هتبقى شخصي مساوي نعم نعم فلازم نتجاوز المراحل دي دي مراحل المدربين بتيجي كل واحد ليه فيه ناس بتحبه وتكره فيه ناس بتتعامل بحيادية هو ليه اللي عيب في الملعب فانت تتعاملت مع كل الشخصيات دي فالحمد لله انت تجاوزت كل المراحل دي قال انت في حياتك كنت بتحبه وتكره بالنسبة في الملعب نعم خالص خالص وعبرها ما اثرت علي في اختيارتي او في تعاملتي مع الاشخاص داخل الملعب اخرينك انت منطوع على نفسك ولا بتحب الجماعك ولا بتحب العزلة فبعض الاحيان بحب العزلة بس فوقات كتير جدا بحب اللم العزلة بتحبها لما بتبقى عاوز تاخد قرار مهم مع زوجتك ولا لوحدك ولا بتفكر فيه فبعض الاحيان لما بحس بحب اعود اقيم اليوم او بيبقى عندي مشكلة بحب افكر فيها بحب اعود الواحد نعم هويتك ايه غير بكورة بالرياضة بشكل عام يعني انا بحب كنت بحب بزمان ايما كان الواحد بصحيته كنت لعب سكواش على طول يعني قطت شهود ربنا ديك الصحة والعافية ها يعني كانت اللعبة التانية بعد الهندبول السكواش كان في الاوهات الراحة او حالعب سكواش تلعب مع بس قعود لا كان لسه عب بس كان برا عتاك في انجلترا كنت ولعبنا مع عسامة فرج كنت بتكسب ولا بتخسر ما بكسب ساعات بكسب و ساعات بخسر اه تنس بلعب دلوقتي بلعب تنس وبادل يعني يعني حتى كان اللوع بقري يقولي ما تكي تلعب كورة اه اقول له لا انا بطرط كورة اه اقول له لا بتحب الاكل اه لا يعني اه انا اقوم اره شوف العيبة هندبول ما بحبش الاكل اه لا مش اه ما هواش بالنسبة لي هدف اكلتك المفضلة ايه انا بحب المحشو بشكل عام اه بس بس ما تيجي بس مش ايو المحشي لما تبقى موجودة لازم بقى معها بط حمام والكلام ده اه يعني ايو نصيبها بقى بس ما تقوليش باكل ماليش في الاكل لا ده المحشي ده بلك ان انت راجل اكل لا والله بص يعني مش اه انت حسب ما بتيجي امتى بقى طبعا اه لكن في ناس تتدوروا على الاكل اه لا 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 انا اللي موجود باكل يعني بتحب الاكل لا اللي موجود اكله في فرق طيب اللي حب الاكل يطبص لي ايه بيدور يعني عايز اكل كذا عايز اكل محشي عايز اكل الحمام يعني نفسه بتروح على حاجات انا لا مش كده ايه انت دربت 11 سنة في الامارات دخلت فيهم المطبخ؟ 16 سنة ما شاء الله دخلت فيهم المطبخ؟ انا كان فيه فترة كنت قاعد لوحدي كان بعد كورونا لو كنت عامل نظام كيتو كنت انا ابتديت وزني ابتديه يزيد دخلته في المية في مية؟ اه فقد دخلت شوية قريت كده عن الكيتو وكلام ده كنت متابع حد معين على السوشال الميديا فابتديت انا ادخل اعمل الاكل بس يعني اكل بسيط ايه الاكل اللي انت بتتقنها في المطبخ؟ لا ايه كانت الكبدة بس يعني كده كبدة؟ اه تعملها ازاي الكبدة؟ كنت بعملها بجيب توابل كده حاجة اسمها توابل مش عارف السبع توابل وفلفل وبصل اسكندراني يعني كده؟ اه اه واروح منشوحه من الاول كده في شوية زبدة الفلفل والكلام ده كله والبصل والكلام ده كله بعد كده احط الكبدة وفي ناس بيقولوا لا ده غلط مش عارف بيعمل ايه بس انا يعني انا بعمل الاكل عشان اكل بس مش عارف بتقول لي مش اكيلة ليك في السوشيال ميديا؟ لا مش اوي ليك في الاغاني القديمة؟ جدا ايه بقى الاغنية بترجعك للزمن الجميل لا انا رحسين الجسم اه انا بحب جدا اسمع عبدالوهاب الكرم محمود كلسوم كلسوم يعني عبدالوهاب اه بس احب عبدالوهاب احب سعد عبدالحليم عبدالحليم طبعا الاغاني دي فايزة احمد ايه الاغنية اللي كانت بترجعك بالزمن الجميل كده لما بتقعد تسمعها؟ الاغاني اللي كانت بترجعني الزمن القديم كانت اغاني اللي هي بتاع الجديدة واحدة بتاعت امهال ماهر اه بس انا مش فاكر طبعا بس هي كان فيه اغنية كده لما مش عارف لما انت بقى ماشي مع جدك راحت تصلي يبقى انت تفاكر حذاك الاغنية دي اه اللي فيها الجامع والكنيسة ايوان اه الاغاني دي اه وفي واحدة اللي محمد فوقت دول ما بسمعهم بترجع زكريات اه محمد فوقت فيه الاغنية بتاعته اللي هو برضو بتاعت الاسرة كلها ايوان اه وزمان وبش زمان والكلام ده طيب ليك في الافلام الابياد وسود اه كان لي فيها زمان كنت بحب طبعا انا تابع الافلام جدا دلوقتي ما بيتش اول ايه الافلام زمان كنت بتابعها اه افلام اسمعيل هاسين كلها اه كل واحد انا يوب الكنبة دي اسمعيل هاسين اه بالزبط والله يعني دي كنت تعد تستناها وافلام فريدش اول وحش الشاشة